السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا الليلة حول التفكر في النعم الظاهرة والباطنة هذا مما يؤدي الى شفاء الامراض النفسية تعلمون جميعا ان عصرنا هذا هو عصر التقدم عصر التكنولوجيا عصر التعمير وتطوير النظم الادارية عصر السرعة والمواصلات في عصرنا هذا كل شيء موجود افضل ما وصلت اليه البشرية في الجانب المادي لكن على المستوى النفسي ربما يكون عصرنا هذا هو اهوى العصور التي مرت على تاريخ البشرية من حيث القلق والاضطراب وعدم الحمد والشكر لنعم الله سبحانه وتعالى وهذا هو اللي يؤدي الى الحياة البائسة نجد الكثير من الناس يشعرون بحياة بائسة رغم انها يتوفر على كل شيء عنده كل مستلزمات الحياة الرغيدة والعيش الكريم ومع ذلك يشعر بنوع من البؤس ونوع من الحيرة وكثير من الاضطراب النفسي ويبحث ما هي الوسيلة لكي يصل الى بر الامان انه يشعر بانه غير متصالح مع نفسه وغير متصالح مع محيطه ولا متصالح مع مجتمعه وكيف يكون متصالحا مع خالقه احسن طريقة لمن اراد ان يتمتع بالطمأنينة النفسية احسن وسيلة لكي تصل الى السعادة الدنيوية احسن اسلوب لكي تكون في الدنيا مستقرا مطمئنا وهو التفكر في النعم الظاهرة والباطنة التي حولنا هذا اسلوب عظيم وسهل وبسيط وميسر لكل الناس اذا قمت بالتفكر في النعم الظاهرة والباطنة التي حولك ستكون متصالحا مع الله وبالتالي متصالحا مع الكون ثم متصالحا مع المجتمع ومتصالحا مع محيطك وتصير متصالحا مع نفسك وتشعر بانك في نعمة تحسد عليها ستشعر بانك في نعمة شاملة فتعالوا بنا ايها الاحباب الكرام نتفكر في هذا المبدأ الذي ارسى دعائمه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فقال وهو اعز من قائل قال واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبير اسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة لكن من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ما معنى اسبغ عليكم ان يعباد الله ايها الناس إن الخالق حينما خلق هذا الوجود أسبغ عليكم أي عمكم وغمركم بنعمه الكثيرة هناك النعم الظاهرة التي يعلمها الجميع وهناك النعم الباطنة التي تخفى على الكثير منا فالنعم كثيرة تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نتفكر في بعض النعم الظاهرة فمنها النعم الظاهرة هي التي تراها العين افتح عينيك وانظر حولك كل ما تراه هي نعم من عند الرحمن بدءا بالشمس التي ترسل إلينا أشاعتها الذهبية كل صباح وتنير لنا ظلمات الوجود ثم القمر صنوها الحميم الذي يطلع في جوف الليل ويعطينا ضوءا دافئا حتى ننام في هدوء واطمئنان ثم النجوم من حولنا وقد زينها المولى عز وجل وجعلها كأنها صورة نورانية فلطورية في السماء وانظروا إلى الأرض حولنا تحملنا في الهواء وهي مزينة فيها البحار وفيها الأنهار والكثير من المياه وفيها الجبال والأشجار وفيها النبتات والحيوانات وفيها الماكولات والمشروبات والمطعمات والفواكه والثمار الشتى نعم كثيرة أنعم بها الله علينا وتفضل بها على كل الأنام لم يحرم منها أحد حتى ولو كان الإنسان غير مؤمن حتى الكفار والمشركون والملاحدة والنافرون وأصحاب النزعة اللأدرية وكل من يواجه الله حتى بما لا يرضاه ولا يحبه ومع ذلك الله تعالى أكرم الجميع برحمته وفضله ونعمه بهذه النعم الظاهرة انظروا إلى نعمة الحواس الخمس عندك السمع وعندك البصر وعندك النطق وعندك الشم وعندك اللمس انظر لو حرمت من إحدى هذه الحواس فإنك تستطيع أن ترى بعينيك الأشخاص والأشياء والكائنات وتستطيع بعينيك أن تميز الألوان الأخضر والأصفر والفستقي والمنفسجي إنك بالبصر تدرك ضواهر الكون والحياة الله تعالى أنعم علينا بحسة السمع نسمع كل الأصوات ونميز فيما بينها ونتوصل بذلك إلى المعلومات التي نريد فالاستماع والسماع وسيلة للتعلم وللترفيه أيضا لما تسمع الموسيقات والغناء العدد وكذلك حاسة الشم تتيح لك أن تميز الروائح للمطعمات والملبوسات وفي كل شيء في الحياة أنعم الله علينا الكثير من النعم الظاهرة ما سخرها لنا من الكائنة الحية التي نستفيد منها انظروا إلى الربنا خلق الإبل وخلق الخيول وخلق الأبقار والأكباش والمعز والأنعام على اختلاف أشكالها كلها مسخرة للإنسان منها ما نستفيد منه للطعام والشراب ومنه ما نستفيد منه للركوب والحراسة ومنه ما نتخذ وبره لباسا وسكنا أشكال وألوان ثم إن الله تعالى استودع في هذه البحار والأنهار شتى صنوف الأسماك والكائنة الحية التي نأكلها ونتنعم بها انظر إلى النعم الظاهرة كثير كثير جدا نعم الأكل ألوان المطعمات من الخضروات والفواكه والحبوب وغيرها مما تنبته الأرض انظروا إلى أصناف المشروبات وأنواع الملبوسات والمساكن والمباني والأراضي والعقارات وكل ما تراه العين أو تسمعه الأذن أو تنمس الحواس هو من النعم الظاهرة ومن النعم الظاهرة أيضا الوالدين والإخوة والأخوات والزوجة الصالحة نعمة والأبناء نعمة والصحة والأهل والأصدقاء والعمل والوظيفة والمال كل هذه نعم ظاهرة للأسف هناك صنف من الناس لا يرون إلا النعم الظاهرة وهي واضحة وضوح الشمس في عز النهار لكن ماذا عن النعم الباطنة وربنا عز وجل يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة النعم الباطنة هي أكثر بكثير من النعم الظاهرة وهي التي غابت عن الأبصار ولا يدركها إلا العقول والنفوس الزكية فمن أهم النعم الباطنة التي أنعم بها الله علينا وهي عظيمة جدا وهي الأساس أولا نعمة الإيمان بالله الإنسان بدون نعمة الإيمان فإنه في هذه الدنيا يصير مثل الحيوان في الغاب القوي يأكل الضعيف لا حياة له ولا منفع له في هذا الوجود ربنا أكرمنا بنعمة باطنة نعمة الإيمان نهتدي بها إلى الحق ونسير بها على طريق الهدى وهي رأس من المسلم من عنده نعمة الإيمان عنده رأس المال كله ففي الحديث من أعطي الدنيا ولم يعطى الإيمان فكان ما أعطي شيء ومن أعطي الإيمان ولم يعطى الدنيا فكأن ما منع شيئا من الحياة فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب لكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب الدنيا بما فيها من دعيم يعطيها لمن يحب ولمن يحب هناك كفار ومشركين وملاحدة ولا دينيين الله أعطاهم الدنيا أعطاهم التقدم والتطور والحضارة والحداثة والعمران والقوة العسكرية والقوة الاقتصادية والإرادة السياسية كل شيء الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب حتى أعطاهم الجمال الزائد وأعطاهم الحرية وكل شيء لكن الدين لا يعطيه الله تعالى إلا لمن أحب فإذا كان عندك الدين أيها الإنسان المؤمن فاحمد الله واشكره إنك عندك أعظم النعم الباطنة ومن هذه النعم الباطنة التي لا ترها العيون الظاهرة ولكن تشعر بها القلوب وتحس بها النفوس هي منة القرآن الكريم تصور أنك تقرأ القرآن وتفهمه هناك أمم وهناك دول وهناك أجناس ما عندهم هذه النعمة عندهم لغات أخرى إنجليزية فرنسية يابانية صينية غيرها ولكن أنت عندك لغة عربية التي بها أنزل القرآن منة عظمة أما الأقوام الأخرون يبحثون عن ترجمات وترجمات القرآن كثيرة بجميع اللغات ومعظم الترجمات مغرضة معظم الترجمات مغرضة مثلا الفرنسيون كانوا يبحثون عن ترجمة للقرآن بالفرنسية وقد وضعت أول ترجمة لبروفيسور كبير في السرمون وضع ترجمة للقرآن لكنها كانت مغرضة لأنه يغير الحقائق وكل فرنسي قرأ القرآن يصير يؤمن بأن القرآن هو من خلق البشر وخطته يد بشرية إلى أن جاء عالم مسلم باكستاني مشهور اسمه حميد الله هذا الذي وضع وضع ترجمة للقرآن بالفرنسية ذهب إلى فرنسا ودرس في السرمون ونال درجة الدكتوراه في الأدب والفلسفة الفرنسية ومن ثم قام بترجمة القرآن ترجمة صحيحة إيمانية ولم يأخذ عليه درهم واحد قال هذا علم لله فكان فيه فتح عظيم أسلم على يديه أعداد كبيرة من دولة فرنسا ومن مستعمرات فرنسا في إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية وفي دول أسيا أسلموا على يديه فمنة القرآن هي من النعم الباطنة ومن النعم الباطنة أيضا أن اختارك الله تعالى من أمة نبينا محمد العدنان فأنت محظوظ إذا كنت من أمة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم هناك أناس آخرون هم خلقوا من أمة أخرى بصعوبة جدا وبحث عميق لكي يصلوا إلى الحقيقة ثم نعم كثير جدا أعطاها الله تعالى للنعم الباطنة من بينها أن الله تعالى أعطاك يتعامل معنا باللطف أن الله تعالى ربنا خالقنا من صفته أنه لطيف كتب ربكم على نفسه الرحمة الله لطيف بالعباد فهو سبحانه وتعالى من النعم الباطنة التي تكفينا تكفينا أن لنا رب اسمه اللطيف يعاملنا باللطف في كل وقت وحين قال عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين السكينة يبحث الناس عنها يبحثون عنها ربما لا تباع في دواؤها لا يباع في الصيدليات ولا في المستشفيات السكينة هي كرامة من عند الله ربنا أين ينزلها هذه السكينة قال في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هناك أناس في العالم الغربي عندهم كل شيء ويملكون كل شيء لكن ما عندهم السكينة إنه لا يشعر بطعم الطعام والشراب ولا بجمالية هذا البيت أو القصر الذي يمتلكه ولا حتى المرأة التي يتزوج بها أو يصادقها لا يكاد يرى هذا الجمال الذي خلقه الله تعالى لأن السكينة تغيب عليه ثم إن نعم الله البطن كثير تسمى الأرزاق البطنية هناك الأرزاق الظاهرة مال أو منصب أو غير ذلك لكن الأرزاق البطنية والأرزاق المعنوية هي كثيرة جدا تفضل بها الله تعالى على المؤمنين لا أحد يستطيع أن يشري السكينة من السوق أو من السوبر ماركت لا يستطيع أحد أن يشري السكينة من الصيدنية ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاها لعباده المؤمنين بل وجعل مكافأة لمن يعيش في رحاب القرآن والسنة وينفذ الأوامر الإلهية ويتبع النبي خير البرية وعده بأن يعطيه الحياة الطيبة أعظم شيء بعد الإيمان الحياة الطيبة هي التي قال فيها الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنت وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة الله أكبر نعمة معنوية يعطيها الله تعالى تشعر بأنك سعيد جدا فوق هذا الكوكب الأرضي حتى ولو وقع ما وقع وقعت جائحة الكورونا أنت دوما سعيد لا تبتأس حتى ولو وقعت الانتخابات ووقعت فيها تجاوزات لا يهم أنت دوما سعيد حتى ولو قالوا بأن هناك أزمة اقتصادية على الأبواب لا تخافوا ولا تخشى أنت دوما سعيد حتى ولو غيروا القوانين وجاءوا بكذا وكذا لا يهم أنت دوما سعيد لماذا؟ لأن هذه السعادة فوق المعيش اليومي إنها جاءت منحة من الله من عمل صالحا من ذكر أو أنت وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة بعض الناس يفهمون الحياة الطيبة أو العيش الطيبة يعني من عنده أموال كثيرة وعنده دفاتر شكات وعنده أسطول سيارات وعنده عمرات وفلات هذه ليست حياة طيبة العيش الطيبة كما فسرها العلماء هي البركة في القليل ولو كان القليل يعطيك الله في البركة البركة في جسمك حتى ولو أصابك مرض حتى ولو أصابتك كورونا أو أصابك سرطان أو أصابك داء المفاصل أو أصيبت بأي مرض لا يهم ولكن في الجسم هناك بركة سرية خفية وأنت مع المرض تحمد الله يا ما رأينا أناس عندهم سرنات خبيتة جدا وهم مستبشرين ووجوههم فيها النور ولسانهم ينطق بالحمد لله لماذا؟ لأن عنده البركة في الجسد ثم هناك البركة في الأولاد ليس مهم أن يكون الأولاد عندهم شواهد عليا ومناصب كبيرة لا بل فيهم إيمان فيهم صلاح فيهم تواضع مع الولدين بركة وهناك البركة في البيت ليس المهم أن يكون البيت فارها وتكون فيه حضيق غناء وفيه مسبح وفيه فراش من الأتات الفاخر أبدا قد يكون بيتا صغيرا متواضعا لكن فيه البركة وهناك البركة في المال ليس المهم أن تكون عندك أعلى أعلى راتب شهري قد يكون عندك حد الأدنى ولكن فيه بركة كثيرة يكفيك وأهلك وأحبابك وهناك البركة في الوقت هناك من عنده في وقت بركة أنه اليوم يقضي فيه مجموعة أشياء ينام نوما عميقا حتى يستريح ثم يستيقض وهو مرتاح ثم بعد ذلك يدب إلى عمله ويزور العائلة ويقوم بأشياء بركة في الوقت يوم واحد يقوم بإنجازات كثيرة هناك ما عنده بركة في الوقت بسرعة يطير الوقت ما عنده بركة في المال عنده أشغال كثيرة أو أموال كثيرة ولا يدري أين تذهب البركة في الحياة كلها هي من النعم الباطنة وربنا تحدث عنها فقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لم يقل ربنا فتحنا عليهم خيرات فينظر المرء هنا إلى الكم لم يقل خيرات وأعداد قال بركات قد يكون قليل لكن بركته كثير على سبيل المثال مثلا سيدي النبي كان يقول بأن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي التلاتة وطعام التلاتة يكفي الاربعة وطعام الاربعة يكفي الجم يعني الجم هو الجمع الكثير فهدم فيه البركة لاحظوا انه علماء الاسلام منهم عنده وقت قصير عمر قصير لكن اعطى الكثير لهذا الدين مثلا الامام جلال الدين السيوطي عاش 57 سنة 57 سنة عمر يبدو متواضع لكنه ترك حوالي 700 كتاب 700 كتاب وكل كتاب ينسيك الكتاب مؤلفات قوية وعميقة فقالوا هذا الرجل لو قسمنا عمره على هذه الكتب منذ ان ولد كم كان يكتب في اليوم قالوا على الاقل كل يوم يكتب عشر كراسات وليست عشر صفحات فالتساؤل هذا الرجل متى كان عنده الوقت ليقرع ويطالع في الكتب والمصادر والمؤلفات ومتى كان عنده الوقت انه كان يعمل مدرس يعطي الدروس والمحاضرات والندوات ومتى كان يمارس حياته العائلية مع زوجته واولاده واحبابه اذا قمت بعملية حسابية هذا الامر لن يخرجك الا اذا كنت تؤمن بالبركة الله تعالى يعطيك البركة في الوقت وفي الجهد وفي العمل البركة اشياء وانواع والنعم الظاهرة اشكال وانواع مثلا اذا الم بك يوما ما مرض شديد ولم تفهم او تعي كيف كانت رحمة الله بك انه قد يكون هذا المرض هو منعك عن مرض عن شيء اخر ربما اشر واكتر ضررا مرض جاء بك فاقعدك في البيت لم تخرج من بيتك لم تخرج قل لك ارقد في البيت لعل ربنا عز وجل بهذا المرض البسيط جعلك يمنع عنك ربما حاوضي تسير ربما يمنع عنك مصيبة كبرى فربنا اصبك بمرض صغير لكي تقعد في البيت حتى تتوقع الوقوع في الاخطار او قد يصيبك مرض بسيط يجعلك تغير طريقة تفكيرك للامور وتتحسن الى الاحسن كم من شخص اصيب بالكورونا في هذا الزمن فتغيرت حالته سمعت الكثير منهم بام ادني هكذا رجال ونساء قالوا بانهم لما كانوا مرضا بالكورونا وشوفوا منها ولله الحمد لكن ماذا تغير قالوا بانه تغير طريقة تفكيرهم ونظرتهم للحياة لانهم واجهوا الموت واخذوا في تلك الفترة اسبوعين او ثلاث اسابيع يعيدون قراءة حياتهم ويعيدون ترتيب اولويتهم وحساباتهم فلما نهبت الكورونا شعروا بان عندهم ولادة جديدة ونعمة مباركة هذه تسمى النعم الباطنة وهي كثيرة جدا فهذه النعم قد تصيب الانسان شدائد وقد تصيبه ضراء ولكن الله تعالى مقابلها يكرمك بالاجر الكبير ويكرمك بتكفير الدنوب ومحو السيئات هذه نعمة نعمة باطنة فالله سبحانه وتعالى نعمه كثيرة وهو القائل وان تعد نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم فهذه ايها الاحباب الكرام باختصار معنى قول الله سبحانه وتعالى واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة اذا تفكرنا في هذه النعم وتذوقناها واجلنا باعين هنا وهناك تأكدوا باننا سنكون في منأة منأة عن الامراض النفسية ونكون في منأة عن الاكتئاب والقلق والتوتر ستشعر بانك سعيد بانك تنعم في نعم الله اللطيف بعباده خلقنا لكي نعيش ونستمتع وفي عيشنا ومتعاتنا عبادة نأكل نستمتع بالاكل ونعبد الله بالطعام ونشكره نتزوج ونستمتع بالزواج ونعبد الله من خلال الزواج ونشكره وفي مضع أحدكم صدقة قالوا أن يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم إن وضع في حرام أكان عليه وزر فكذلك إن وضع في حلال كان له أجر كل ما عندنا خلقه الله لكي نستمتع به نأكل ونشرب ونحيا ونفرح ونسعد ونعبد الله بهذه النعم نعبده بها لا نعصى وإنما نعبده بالطعام والشراب والعلاقة الزوجية والأولاد والعمل والكسب والسير في الأرض والسفر وبداء العلاقات كل ذلك متعة للعيش ولكن نقرنه بالعبادة هذا معنى قول الله تعالى جلع له وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطلة لكن ربنا يستدرك فيقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبيض ما معنى ذا الكلام أن رغم تولي هذه النعم رغم كثرتها ظاهرة وباطلة فهناك من الناس للتبعيد من للتبعيد من الناس من لا يشكرها بل لا يذكرها بل منهم من يجهد بها ويجادل في الله يجادل بالباطل ليضحن به الحق هذا المجادل على غير بصيرة ولا على غير علم يجادل في الله من غير هدى ولا كتاب منير يعني ما عنده علم حقيقي وإن مجدال مبني إما على تقليل الأباء الغير المهتدين وإما تقليد أسياده الضالين المضلين وإما لأنه يتبع نزعة اللا أدري لست أدري ولكن أبصرت الطريق القدام فمشيت لست أدري هكذا يقوم الناس فطوبى لأهل الإيمان وطوبى لأهل اليقين الذين أكرمهم المولى عز وجل بفقه الدين ومصرهم بنعمة الإيمان واليقين فصاروا في الدنيا من السعداء وفي الآخرة بإذن الله يكونوا من الفائزين اللهم اجعلنا منهم قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة